قرار رغم واحد لعام 2017 ميلادية في خطوة تم الإعلان عنها قبل نحو إسبوع أعلن محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي تشكيل هيئة لرئاسة مجلس انتقالي برئاسته خطوة أتت بعد أيام قليلة من إقالة الزبيدي وتعيين المفلح وما تلاه من فعاليات احتجاجية توجت ببيان إعلان عدن الذي دعا لتشكيل إطار جامع للحراك الجنوبي وفصائله وقياداته الهيئة وكما ذكر في الإعلان سنتولى رئاسة المجلس الانتقالي وستستكمل ما وصفته بإجراءات تأسيسية لهيئات المجلس المختلفة وذلك في طريق تمثيله داخليا وخارجيا وبحسب الإعلان فقد تم اختيار وزير الدولة المقال هاني بن بريك نائبا لرئيس المجلس وعضوية آخرين من قيادات الحراك علاوة على أسماء عدد من محافظي المحافظات الجنوبية المعينين بقرارات جمهورية وهو ما عده كثير من المراقبين مؤشرا على وجود فجوة بين الحكومة وبين ممثليها في السلطة المحلية حتى اللحظة لم تصدر أي مواقف ممن شملهم القرار ورفض عدد منهم الإدلاء بتصريحات عن حقيقة انضمامهم للمجلس فيما لا يزال الموقف الحكومي غير واضح حيث لم يصدر أي موقف رسمي بعد الكرة الآن بحسب مراقبين في ملعب التحالف العربي الذي أعلن قبل أيام قليلة تشكيل لجنة ثلاثية عليا برآسة اليمن وعضوية السعودية والتحالف للتنسيق بخصوص الأوضاع في اليمن وعمليات التحالف إسرار الزبيدي على المضي في تشكيل كيان جنوبي يدل على استمرار رفض قرارات الرئاسة ومحاولات تطويع الأوضاع في عدن لكن الجديد في الإعلان تمثل في الإطاحة بالقيادات التاريخية للحراك الجنوبي وهو ما يعني تخلق حالة سياسية جديدة وإن بمضمون قديم وبينما يمضي المشهد في عدن إلى كثير من الاحتقان يقول مراقبون إن الوضع سيلقي بظلاله أيضا على المحافظات الشمالية وما يتعلق بتأخر مسألة الحسم العسكري هناك ومن ثم باقي المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر